بعد استدعاء سفيرها، إيران تعلن الإفراج عن الصحفية الروسية المحتجزة قريباً المتحدث باسم خارجية الإيرانية عباس موسوي صرح بأن احتجاز الصحفية الروسية يوليا يوزيك جاء بهدف تقديم بعض التوضيحات للسلطات وسيتم الإفراج عنها قريباً يأتي ذلك بعدما استدعت الخارجية الروسية السفيرة الإيراني في موسكو على خلفية احتجاز قوات الأمن الإيراني الصحفية الروسية في طهران بتهمة التجسد القصة بدأت في 29 سبتمبر عندما وصلت يوزك إلى طهران بدعوة خاصة لتتم مصادرة جواز سفرها من قبل الحرس الثوري ومن ثم احتجازها في فندق بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وهو ما أكده زوجها عبر صفحته على فيسبوك موضحاً أن يوليا التي تمل في الصحافة منذ 2003 ذهبت إلى إيران عدة مرات وقامت بمهام صحافية هناك وأنها تصلت به من الاحتجاز قائلة إنها تواجه اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل